عشية انتخابات الكنيسة في كيان الاحتلال تواصل استطلاعات الرأي ترجيح كفة حزب على آخر في ظل تأكيدات على أن اليمين المتطرف هو الذي سيقود حكومة الاحتلال المقبلة وسط وعود انتخابية كتلك التي أطلقها بن يمن نتنياهو مؤخرا فقد تعهد نتنياهو صباح اليوم بفرض سيادة الكيان على مدينة الخليل ومستوطنة كريات أربع بعد أن وعد بفرض سيادة الاحتلال على منطقة الأغوار وشمال البحر الميت الأسبوع الماضي للحديث أكثر حول أجواء ما قبل الانتخابات ينضم إلينا مستوديوهاتنا في مدينة رام الله المختص في شؤون الصحافة العبرية عسمة منصور أهلا بك سيد عسمة قبل ساعات من فتح صناديق الاقتراع كيف تبدو الأمور نتحدث عن حظوظ الأحزاب المتنافسة وموقع القائمة العربية المشتركة من هذه الحظوظ يعني واضح أنه إذا ما صدقت الاستطلاعات سيكون تشكيل الحكومة عملية معقدة جدا لا زال رغم تفوق أزرق أبيض ونحن نقول وفق الاستطلاعات تفوق أزرق أبيض لا يعطيه أي أفضلية لأنه لن يستطيع تشكيل حكومة لأن أحزاب اليمين لا زالت تشكل أغلبية وأيضا حتى لو فاز نتنياهو واستطاع أن يحصل على أغلبية لحزبه لليكود أيضا هو الآخر سيواجه صعوبة لأن لبرمن يرفض أن يكون في حكومة يمين ضيقة مع المتدينين لذلك الاستطلاعات تتنبأ بصورة قاتمة ولكن غدا قد نفيك على واقع جديد ربما نتنياهو بسبب حملة التخويف التي يشنها الوعود الذي يطلقها شمالا ويمينا ربما يستطيع أن يحشد من جديد كل اليمين خلفه وأن يحصل على 61 مقعد هو وأحزاب اليمين عندها سيسعى إلى تشكيل حكومة ضيقة وإذا ما ملك 61 ساعتها لبرمن لن يجد أي مشكلة في الانضمام لأنه لن يعود هو بيضة الكبان ولن يفرض شروطه وسيقبل بما يعرض عليه لذلك أعتقد وضع جانت صعب ووضع نتنياهو لازال هو الأكثر إمكانية هذا الوضع ربما يقود الطرفين للذهاب لحكومة وحدة وطنية والسؤال من سيرأسها هذا السؤال سيجاب عليه عندما يتبين من هو الحزب الأكبر والذي سيحظى بتكليف رئيس الدولة بتشكيل حكومة قادمة يعني أفهم من كلامك أن استطلاعات الرأي هذه لا تعكس فعليا مجريات الانتخابات ونتائجها لكن كيف تتعامل الصحافة العبرية مع الوعود التي يطلقها نتنياهو منذ الأسبوع الماضي يعني أولا حول الاستطلاعات في الانتخابات قبل أربع أو خمس شهور فقط كان سبع مقاعد تقريبا الفرق بين الاستطلاعات وبين ما حدث فعلا أما وعود نتنياهو هناك إدراك كامل أن كل ما يكون به نتنياهو هو مرتبط بالانتخابات هذه الانتخابات ليست مصيرية على المستوى السياسي ولا للفلسطينيين ولا يوجد أي انكسام أيديلوجي نحن ندرك أن أزرق أبيض قريب جدا في مواقف السياسية من الليكود هي مصيرية لنتنياهو لمصيره الشخصي وعدم ذهابه إلى السجن لذلك هو يستميت في بذل كل شيء من وعود ومن تعاهدات من أجل كسب الناخب وخاصة اليميني من أجل أن يرفع حضوض الليكود على حساب اليمين بذلك أعتقد أن هذه الوعود ينظرها الإعلام على أنها جزء من الحملة الانتخابية لا جدية لها واللافت أنه مثلا مثل ضمغة والأردن يهاجم من اليسار ومن نفتال بلت واليمين كان لديك عشر سنوات لماذا لم تفعل ذلك يقولون له يعني واضح أن نتنياهو يريد أن يكسب الانتخابات على حساب الفلسطينيين فهم يصنفون إذن هذه الوعود بإطار الدعاية الانتخابية الأستاذ عسمة منصور المختص في شؤون الصحافة العبرية شكرا جزيلا لك